مدينة زالانبسة كما طالب السيد كبراب من المنظمات الحكومية والقير بأن يتم إعادة النازحين لأرضهم وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لهم الشيء الأهم هو العودة إلى ديارهم ومن ثم العمل على مساعدتهم وتعويد خسائرهم مما ينبغي من الحكومة أن تركز على العمل لإعادتهم إلى أرضهم وكما أتمنى من جميع أبناء تقرأ مساعدتهم كما عارب أيضا السيد كبراب قبر مكايل بأنه هناك مساعدات تصل قيمة 60 مليون قدمت من أجل مساعدة الأشقاء النازحين من محافظة كلما خده الرابع والعشرون من أبريل وفي مدينة مغلة بدأت حملات المساعدات وأيضا في الثامن والعشرون من مايو بدأت تلك الحملات في مدينة عدقرات وفي الأخير في مدينة أدس أبوبا وقد قدمت المساعدات الإنسانية لتشترمائة وعشرة من العائلات النازحة الذين نزحوا من فاس وزلام بسة ونشكر الجهات التي قدمت لك المساعدة